مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي وأيضا نحاول أن نسلط الأضواء على أوضاع البصرة حيث سلطت الأحداث الأخيرة في البصرة والتظاهرات المطالبة بالخدمات وما تبعها من أحداث سياسية الضوء على دور مجالس المحافظات والحكومات المحلية والخلاف بينها وبين الحكومة المركزية ووزاراتها والتصارع على الصلاحيات بين الطرفين والذي بدى واضحا بعد تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء ومحافظ البصرة في جلسة البرلمان الأخيرة أزمة الخدمات والخلاف على الصلاحيات هو محور نقاشنا في حلقة اليوم من برنامج بالعراقي ومعنا الضيوف المختصين الكرام الدكتور جمال المحمداوي النائب عن محافظة البصرة والناشط المدني القادم من البصرة الأستاذ عادل صادق والقاضي والخبير القانوني الأستاذ علي التميمي مرحبا بالضيوف الكرام دكتور جمال ضعنا في الصورة خروج محافظة البصرة عن صمته في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب تمحورت حول إيجاد الحلول المناسبة لأزمة البصرة وأوضحت مدى ابتعاد الرؤى حقيقة ما بين الحكومات المحلية التي اتهمت رئاسة الوزراء بشكل علني واتهمت الحكومة المركزية ويبدو أن الاتهام لأول مرة يظهر للعلن بشكل مباشر بأنها لم تمنحها الصلاحيات لم تمنحها المبالغ رؤيتكم وأنتم منذ أحوام تطالبون وتؤكدون على أن الحكومة المركزية غير جادة بتقديم الخدمات لمحافظاتكم والبصرة تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم أستاذ عماد وإلي ضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الحرة بالتأكيد يعني الخلف المركزية الحكومة المركزية لم تنتهي لكن بظل أزمة التظاهرات الأخيرة التي بدأت تقريبا من تموز وصعدت وبعدين اتفاقمت بمشكلة تلوث المياه والتظاهرات الأخيرة وحرق المؤسسات الحكومية أنا أعتقد ولدت نوع من تبادل الاتهامات نحن نصير أزمة نكون المفروضة يتحمل مسؤوليتها يعني أكو جزء على الحكومة المركزية أكو جزء على الحكومة المحلية وأكو جزء على بقية المؤسسات تبادل الاتهامات أنا لا أعتقد أنه بالتأكيد يصب بصالح المواطن المواطن يريد فشي ملموس اليوم يظهر على قضية تتعلق بالكهرباء يريد كنت يتوفر له بعض القضايا فعلا هي تحتاج إلى أموال وطلبتها الحكومة المحلية لا بس انت قراءتك للجلسة خلينا في إطار الجلسة الكثير من المتابعين وجدوا أن الوزراء كانوا خالي الوفاظ وأن هناك من تعاطفه مع المحافظ وكأن المحافظ خرج منتصرا من هذه الجلسة بعد أن أوضح الحقائق بأن الحكومات المحلية لا تمتلك الصلاحيات رغم وجود قانون 21 ليتيح لهم هذا لا بصراحة يعني مثلا على سبيل المثال يعني عندنا مشروع هو مشروع القرض الياباني هذا مسؤولية وزارة الأعمار والبلديات هي بمتابعته تقريبا قيمت أكثر من 779 مليون دولار وكان لو أكو متابعة جادة من وزيرة الأعمار والبلديات لهذا المشروع كان مفروض المشروع طور التشغيل التجريبي ويغذي مركز المدينة وشمال البصرة طبعا هذا مشروع القرض اليابان وبسبب وجود هذا المشروع حكومات المحلية لا تقدر تنشئ مشاريع للتحلية والتصفية المياه وبالتالي يعني وزيرة الأعمار والبلديات وزير الموارد المائية بإدارته للموارد المائية سواء عن طريق الإطلاقات المائية أو عن طريق قناة البلدات طبعا يتحمل له مسؤولية كبيرة بهذه الأزمة ومن الصحيح فقط هو رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية صحيح الحكومة تتحمل مسؤولية بعدم جدية بالتعاطي يعني اليوم كثير من القراراتي صدرت مؤخرا لو كان يمكن قبل أربعة أشهر صادرة شحلت هواي من هالمشاكل شحلت المحافظ يتحمل مسؤولية ما دام النوع اليوم أنطيك هاي الأموال وأنطيك الصلاحية كافية باشر الكل يحاسبك دكتور من أجل ما نظيف يروحون شبابنا وأحياننا والله شنو غلطة من واحد ويتبادلون اتهامات يعني هناك من موجد أن هذه الجلسة كانت حقيقة يعني بداية نهاية شرعية الحكومة العراقية سواء المحلية أو المركزية ما هو قراءتك وجهة نظرك؟ يعني بصراحة يعني الجلسة المواطن البصري والشعب العراقي يتوقع حلول من تتحولي لافت قضية استعراضية واليتبادل هذا بين الأشخاص أنا أعتقد يعني هذا ما صبر شارع الشارع العراقية دكتور لو تسمح لي يعني كثير من التوضيحات رأي دينها من حضرتك فيما يخص علاقة يعني البرلمان وإشرافة على المشاريع وأيضا علاقته بالحكومة المحلية فيما بعد نناقشها بس يعني أريد أرحب بالأستاذ عادل القادم من البصرة من أجل مشاركة بالبرنامج شكرا وأسفين على تعبك وحضورك لمشاركة بالبرنامج أولا أريد منك قراءة لمزاج الناس وهي تتابع الجلسة وأنت المتابع هناك الكثير من اللغة السخرية تابعناها عند ناشطين أمثالك وأسماء أخرى على أن مجرد تبادل اتهامات لا يعرف المواطن البصري لمن الصلاحية هل فعلا ثم التعاطف مع المحافظ الذي هذه المرة خرج من صمته ليقول أنا قوي ويقول أن القضية عند الحكومة المركزية أولا شكرا جزيلا لاستضافة وشكرا جزيلا الدعوة وأنا راح أتكلم بصفتي كمواطن بصري أساسا يعني لأنه راح أتكلم لك من رحم المعاناة يعني مو كلام بس سياسي يعني حتى نوصل إلى فكرة الناس شنو جاي تفكر حاليا طيب ممكن شوية نتحدث عن عن الجلسة اللي صارت وانطباعكم عنها والله شون شفتوا التهام حول الصلاحيات الناس انقسمت إلى جزئين اللي متابع من البداية متابع للشأن السياسي بصراحة ما مشت علي الفكرة من التقاطع اللي صار ما بين المحافظ والرئيس الوزراء أما الإنسان البسيط اللي الثيناتهم كانوا على خطأ؟ يعني احنا الفكرة شنو المحافظ هو من النصر ورئيس الوزراء هو من النصر وانت مرشح وياه ورقم اثنين أو ثلاثة بقائمة بالبصرة فانت من رشحت وياه بما معناه انت تؤمن بالبرنامج مالته وماشي وياه بالتوازي إذن انت من البداية من قبل سنة ومن صورة محافظ انت عندك كل الأفكار والمشاكل وانت تقبلت المشاكل اللي موجودة في البصرة على هذا الأساس وكان المفروض من أول ما اجيت وبلشت واجتمعت مع مجلس المحافظة تعرف انه عندك مشاكل أغلبها هي مشاريع ومالية هي هاي الناس اللي تتوقعها طيب لما بدأت المظاهرات وصارت بالبداية أول لجنة اجت للبصرة أول مرة اجت رئيس الوزراء التقى بالشيوخ العشائر وقعد بقائمة العمليات وراح للشراتون وطلع من الشراتون رجع لبغداد منه بقوا وزير الموارد المائية ووزيرة البلديات ووزير الكهرباء ووزير النفط عشر تالاف فرصة وظيفية ثلاثة تريليون معروف ايش وظلت الناس تنتظر وتنظر لما مرت أول لجنة طبعا أول لجنة اجت وقعدت بالشيراتون وشربت ماء حلو ولا سبحت بماء البصرة ولا شاف الضيم البصرة قعدت بالشيراتون بالشيراتون وراحت طيب وراها اجت لجنة ثانية لما صارت تسمم ونحن تراكم اللي صار عدنا وزيرة الصحة تراكم فقدان الثقة اللي صار عدنا بسبب الظهور الإعلاني والفرقع اللي يصير دائما بأنه أكو حلول وهي ماكو حلول وتطلع وزيرة الصحة تقول الإسهال بسيط وهي 1500 حالة طيب هم 1500 هذولا معراقيين مبشر ما لحق البصرة بيها أربع مستشفيات اثنين منها مبنية في الخمسينات والستينات واثنين منها بالسبعينات المستشفيات تأن بالإضافة للأمراض اللي موجودة بيها والسرطانات وغيرها والمشاكل اللي بيها صار بيها النوب التسمم وصار بيها النوب المجاني والناس اللي طلعت وجايته صاب وهذه كلها تراكمات طيب لما صارت جلسة البرلمان صراحة المواطن البصري بدي يتابع يريد يشوف هاي الحكومة هل جاي تحس بالمعاناة اللي هو جاي احنا بصراحة اكو ناس بدأت وكانه جاي تشوف مسرحية كوميدية شنه هذا الاتهامات طيب انت المواطن ما معني بي محافظ البصرة ما كان يمثلكم بصوت المعارض هو اللي قال اهل البصرة وراح اطلعوا ياهم مظاهرات ورغم انه اتهمكم انهم مدعومين من فلنسا احنا عتبنا على المحافظ كبير نعم اولا اول اتهام كانت في بداياتها اول من قتل سعد المنصوري نعم وصارت المظاهرات كانت بدايتها كانت على مود فرص عمل نعم والكهرباء نعم ومن ثم تطورت الى الماء لانه امتد اللسان الملحي وامتدت الى وسط البصرة والمظاهرات طبعا كانت سلمية ومشت على حسب الاصول وما كان اكو نعم صار اول اتهام كان مع الاسبانيا والشمال ويروحون البرشلونة الاتهام الثاني ما الفرنسا وهو نفسه شخص المحافظ هذا عتب كبير طيب بعدها طلع في البرلمان ويقول انه انا ما عندي فلوس طيب المواطن ما معني بالمية وتسعة مليار او المية وعشرة مليار تروح تسدد لديون سابقة وهو شنه علاقته طيب هو يريد حلول الآن طيب لو تسمح لي يعني هناك من يشير ان ظهرت وثائق لناشطين مدنيين قدروا يجيبوها من لما دخلوا للمحافظة فيما بعد وتسمح لي اناقشها وايضا قدام دكتور مجموعة اوراق تخص المية وتسعة مليار يا ريتي وضحنا اياها بس خلينا نستثمر الجانب القانوني وراحب بك استاذ علي الله حقيك استاذ استاذ علي يعني متابعتك للجلسة التي حصلت وكأننا جلسة غائب بيها السقف القانوني صح مو صحيح يعني اللي شفناه ورئيس الوزراء مو انتهيتشي مو المفروض تبقى ليش رحت للنجاف هذا يقول له فلوس مطيتني دحنا في الصورة هل القضية تتعلق بضبابية قانوننا ضبابية البند الدستوري في الحكومات المحلية والحكومة المركزية تنازع السلطات وماذا عن قانون 21 اولا بسم الله الرحمن الرحيم واشكرك استاذ المعاد واحييك والاخوة والسادة المشاهدين طبعا هذه الجلسة لم تكن جلسة دستورية بامتياز استاذنا لانه تعرف جنابك لا يمكن ان تدار هذه الجلسة من قبل رئيس السن الذي مهمته وفق المادة 54 من الدستور و55 هو انتخاب الاشراف على انتخاب رئيس البرلمان ونائبين وايضا الاشراف على العداء اليمين يعني تحدى ذلك وعبر ذلك عبر النص الواضح والصريح والقاعدة القانونية تقول لجتي هذا في مورد النص وقام بتأجيل الجلسة وخالف القرار 25 لعام 2010 المحكمة الاتحادية وبالنتيجة الغاء الجلسة المفتوحة مصحيحة نعم وبالنتيجة ما بني على باطل فهو باطل طبعا مع الاحترام لأنه اهل البصرة يستحقون ان تكون يعني يضرب الدستور يضرب القانون في سبيل حل المشكلة الضرورات تبيح المحظورات لكن اتحدث من الناحية الدستورية كان المفروض ان تكون الدعوة اول استاذ عمال لانتخاب رئيس البرلمان ونائبه في سبيل ان يمتلكون الصلاحية لعقد الجلسة لجدول الاعمال للدعوة للمادة 61 لمناقشة ثم يعني طرح موضوع عامل المناقشة يعني هذا يسمى في الدستور طرح قضية او موضوع عامل المناقشة الدكتور بالنظام الداخلي عفوا استاذ سيادة القاضي بالنظام الداخلي للبرلمان يفترض عملية استضافة رئيس الوزراء وبعض الوزراء يعني صار بعملية تصويت لا صارت عملية تصويت لا صارت عملية مو صحيح يعني هذا الجلسة شنو نقدر نسميها هو المادة 28 تقول يعني يجوز طرح عام موضوع عام بدعوة من رئيس الوزراء رئيس الجمهورية طيب رئيس مجلس النواب نعم او خمسين نائب طبعا رئيس مجلس النواب مو هذا غير موجود هذا السن استاذه وهنا مخالف هذا المو هذا رئيس السن صلاحياته محددة مو دكتور نعم فبالتالي هذه الجلسة يعني صحيح جلسة حوارية لكن هي بنيت على مبدأ خطأ بنيت على موضوع لم يكن صحيحا من الناحية الدستورية صحيح اذا معطياتها خطأ ايه واحد استاذ الثاني الخطأ الثاني ان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال يومية نعم شنو تعريف حكومة تصريف الاعمال في الدستور وحتى في الفقه الدستوري هي حكومة مؤقتة طارئة تكون في مرحلة انتقالية مؤقتة في كل دساتير العالم استاذ عمال لا تزيد ودتها عن الثلاثين يوما فقط يعني مثل تصرف رواتب تسحب رواتب من المصرف عقد بين وزارة ووزارة لكن لا يحق لها عقد الاتفاقيات الصفقات الحلول هي حكومة مؤقتة بكل طيب حكومة مؤقتة بس اكو مشكلة كبيرة بها بها ابناء دا يقتلون وديموتون يعني قصد رئيس الوزراء أليس من حق أن يعزل مدير شرطة يعزل لأنه لا يقتلون يعني جراء قتل دصير لا تحدث عن مشكلة البصرة هي في معزل لكن تحدث عن الجوانب الدستورية ليس من حق أن يعزل ليس من حق أن يوضل لأنه هذه مهام من البرلمان شك الأستاذ لو كانت الدعوة لانتخاب رئيس البرلمان ثم ما تأتي مسألة البصرة طيب أنا أريد تنازع السلطات خلينا ندخل بها أكثر وصلاحيات المحافظ ورئيس الوزراء اللي صار عليها الخصام بعد الفاصل لو تسمح لي أعزائي المشاهدين فاصل ونعود من جديد أعزائي المشاهدين وأزمة الخدمات والخلاف على الصلاحيات الحديث حول النزاع العبادي قال أن نقل الصلاحيات إلى المحافظات تسبب بخلق مشكلة أخرى هي المحاصصة بين الأحزاب في مجالس المحافظات حتى على مستوى مدراء المدارس بعيدا عن المهنية والعمل الصحيح وهذا انعكس بشكل سلبي على المواطنين يتحدث عن المادة 45 من القانون 21 نعم يتحدث عنها طبعا استاذ نلاحظ أساسا في الدستور العراقي استاذ عماد توجد مشكلة في الصلاحيات يعني أخذ مثلا المادة 115 و121 اتيح المادة 115 لمجالس المحافظات تشريع القوانين في حين نحن ما عدنا تشريع قوانين بالنسبة لمجالس المحافظات أنظمة تعليمات يحق لهم لا يشرع للأقليم يحق لا يشرع وليس للمحافظات هذا واحد 121 في حالة وجود هذا يتناقض يتناقض يعني اختلاف بين قانون اتحادي وقانون محلي يحق لبجالس المحافظات أن تصدر قانون يناقضه هذا الأقالي ليس للمحافظات أقصد في الدستور استاذ عماد توجد علة توجد عوار يوجد مشكلة الدستور العراقي كتب على أجاله فأكو مشكلة الفيدرالية استاذ عماد النظام الفيدرالي في 24% من دول العالم تأخذ بهذا النظام البرلماني بالعراق ما تطبق بشكل صحيح نحن نجينا من النظام الرئاسي مباشرة للبرلماني بهالطفرها فمجالس المحافظات التي تتحدث عنه جنابك المادة 45 لحطتهم صلاحيات ما للتربية التعليم الصحة العمل لكن وين المشكلة أنه أنت مباشرة أعطيتهم هذه الصلاحيات ما مدربين عليها ما قدروا يجيدوها بشكل صحيح فوقع المحظور في مجالس المحافظات لا أتحدث فقط عن البصرة عن الجميع لهذا السبب استاذنا هناك مشكلة نحن في فهم النظام الفيدرالي في العراق نظام الفيدرالي في العراق طارق جديد وهذا من ينوضع بلد مثل العراق اقتصاده متطهور مع وجود الموارد البنية المجتمعية غير صحية شي سوي هذا استاذ ينحرف عن مساره أما يؤدي إلى حروب أهلية أو يؤدي إلى فقر وبطارة وتدمر هذا النظام البرلماني جي للعراق دون تدرج وحتى الدستور العراقي رغم أن نصع اللي يلاحظ الدستور العراقي تم تشريعه في مدة أقل من ستة أشهر ما كوهيش دستور وإعتراضات كثيرة خاصة في تنازع صلاحية دستور أمريكا دستور أمريكا 20 سنة دستور جنوب أفريقي 15 سنة نحن نسلك في ستة أشهر ما هو قابل للتعديلات قابل للتعديلات كنت أتمنى شخصيا أنا كباحث في الدستور أنه يكون دستور مؤقت ليس دائم تنطي مرحلة وبعضي ينسوي دائم حتى التصويت اللي يجرى عليه أكيد هذه النزاعات الأخيرة وغضب الناس وغضب الناس ممكن أن حتى التصويت اللي يجرى عليه أستاذ عمال نعم أخذ الناس على حين يغره ما عرفوا شنو الدستور نشر فيه ومشا الدستور وجوي أي دو عدد كبير أي شكرا جزيلا أستاذ علي مرحلة مؤقتة مرحلة مؤقتة هو أريد أسئلك علي أستاذ جمال أيضا رئيس الوزراء دكتور يقول يعني باتهامة بالمسؤولين بالبصرة بتقديم الخدمات مؤكدا أهمية الاستقرار وضرورة إبعادها عن الصراعات السياسية هل حاول رئيس الوزراء أن يختصر قضية صراعات سياسية لأحزاب في البصرة ويبعد عن وزرائه وعنه وعنه التهمة أم القضية تتعلق مثل ما أشار السيادة القاضي أن الموضوع في جوهر وبنية القانون أو عدم فهم حقيقي لقانون تنظيم الدولة بين العقاليم والمركز لا أنا بصراحة بالبداية قدمنا أنه لازلت هذه المشكلة قضية التنازع بين الصلاحيات بين الحكومات المحلية يعني قانون ما حلها لا قانون 21 بعد يعني عقدها عقد القضية فلذلك صار تعديل عليه نحن بالدورة الثاث يعني اليوم سونا تعديل عليه وقال نحن بصفتك نائب من البصرة خلال هاي السنوات يعني برأيك المشكلة تتعلق بأنه فعلا ممثلي الأحزاب مثل ما يقول رئيس الوزراء ممثلي الأحزاب في الحكومات المحلية يريدون كل الأشياء لهم المشاريع لهم اختيار مدراء الشرطة اختيار مدراء المدارس مثل ما هو قايل المدراء المدارس وبحيث المحافظة يقول مدير الشرطة مرتشي وما يقبل رئيس الوزراء غيرها هو ضخو بتعين كلهم قادة العمليات بتعين من قادة قوات المسلحة يعني المحافظة مالها علاقة لعشون قانون 21 شي يقول لا قانون 21 يقول أنه يرشح المحافظة يرشح ثلاث شخصيات لمجلس المحافظة ومجلس المحافظة يختار يعني يختار واحد هو بتعين من وزير الداخلية مو من مجلس المحافظة المحافظة قائد مصحح هذا اللواء اللي كان موجود واللي اتهم المحافظ أيضا بتعين يعني مو مجلس المحافظة هو اللي مخلي احنا بصراحة اكو قضايا يعني اذا ما اصير عندنا مسئولية تضامنية نحس الكل هو اليوم الصلاحيات اللي ما اخذها لخدمة المواطنين رح نبقى في هذا التنازع نعم اكو بعض الصلاحيات وبعض المشاريع هي مركزية نعم يعني مثل ضربنا مثال بقضية ادارة الموارد المائية هاي الوزارة هي معنية بها هي اليوم التجاوز اللي جاي يصير على حصة محافظة البصرة يبدأ من الكوت تبدأ العمارة غيرها هاي وزارة الموارد المائية هي اللي تطلق من قدل ما لها غرض اليوم هاي ما لها غرض بس داس سؤال صريح اوضح الفكر سأرجع لك نعم شتري دسئلة أنا جاوبك نعم قضية المشروع القرض الياباني يصار لبنه الفين واربعة عشر احنا بالالفين وثمنتعش انا بداية ازمة التلوث انا زرت هاي المشاريع بشكلها زرت قناة البدعة زرت مشروع الار زيرو قبل لها الكل يزورها وصير قضية استعراض او دعايات وزرت القرض الياباني القرض الياباني بيعشر محطات تسعة منعة محترقة بينما جايه كان نعم بينما للإعلام يعني وزيرة الإعلام وزيرة العمار البلديات توحي لرئيس الوزراء يابا بالشهر الثامن احنا رح نفتتح المشروع هو من أصل عشر مضخات تسعة منعة محترقة الفلاتر اللي هي الفلاتر الحتس ما جاءت من فرنسا فبالتالي هاي القضايا انت اليوم قدام البرلمان تقول انه المواد المشروع 11 شهر باقية بالقمر ايش شغلك تلمتابعة انت كوزير اليوم واحد صاحب شركة خاصة بي يقبل بضاعته 11 شهر تبقى بالميناء لو يطلح بكل الوسائل ليش هاي القضية لين عامة اذا المظاهرات كشفت من الفات ليش هاي القضية لين عامة وتخص وتخص مدينة كاملة وتخص مواطنين اليوم انكشفت من صارت الازمة اللي تتعلق بتلوث المياه وغيرها من القضايا فبالتالي اكو قضايا حصرية تتحملها الحكومة اكو وزارات معنية بهاي الازمة اللي صارت اللي وزارة العمار والبلديات وزارة الموارد وزارة الصحة واكو قضايا تتحملها الحكومة المحلية يعني انت من تروح اليوم لمشروع الار زيرو وتلقى نبات الشنبلان هو هذا اللي تارس الحواب بصراح هاي التجاوزات وغيرها خبر المحافظ معنى بيه متابعة المال متابعة الصحة متابعة خبرية الوزراء يجي شيء التجاوزات التجاوزات اللي هي كثيرة على مشروع مال بدعة لبعض الشخصيات قد تكون متنفذة وميريد يواجه هذا غموز شغل رئيس الوزراء بصراح هذا شغل محافظة دكتور انت ابن هذه المدينة المنكوبة من المسؤول عن قتل هؤلاء الشباب الحلوين من البصرة هل فقط مدير الشرطة هل فقط العنصر الأمني أم رئيس الوزراء باتر عقبة إذا صير حكومة عادلة ويطالبون بمحكمة وجهة نظرك من المسؤول هذا قرار خوب مهم يعني إذا أي قضية تتعلق بجري ما يكون يرادلها تحقيق إحنا طالبنا أنا واحد من الناس قتلوا ناس رافعين أنا واحد من الناس طالبت من رئيس الوزراء بإجراء تحقيق هذه الجلسة لا قبلها الجلسة من أول شهيد ماكو صمت ما عرفنا من الذي قتله يعني دكتور لو ابنك لو أخوك تشتونك بعدوا البصرة عن الصراعات السياسية خليص تتبع الوضع الأمني وهذه خطة خلني مشي عليها إحنا اليوم مثلا من نقول مشكلتنا بالأموال خليين فتح والكل اليوم حليص على البصرة خليين فتح صندوق باسم صندوق تنمية البصرة تنتقل به الأموال بشكل مباشر 50% من المنافذ الحدودية غيرها من القضايا المقرب قانون 21 بعيدا عن تعقيدات الموازنة وبعيدا عن الصراع السياسي هناك من يشير أن تبادل الاتهامات كشف بوجود جريمة أريد أتحدث أريد أتحدث عن سقوط ضحايا بالبصرة قبل أن نتحدث عن الخدمات هناك شباب قتلوا لو ابن رئيس الوزراء لو ابن المحافظ يسكت هذا السكوت قام واحد يبادل الاتهامات الآخر هواي من أبناء البصرة يريدون نقولون من اللي قتل هؤلاء من اللي قتل هؤلاء تقاني بشكل مباشر يا سيد رئيس الوزراء بحضور المحافظ يقول بيجر الشرطة مرتشي أول يوم اللي احترقت بالمحافظة قال أنا بالنسبة لي ما منطي أوامر إطلاق نار على المتظاهرين ولا استخدام ولا استخدام الطلق الناري بتفريق المتظاهرين جزء الإجراءات الأخرى اللي تتعلق بالمياه وغيرها من القضايا هاي أما إطلاق نار أما منطي فبالتالي لازم أرسل فلذلك صارت هايما القضية خاف جاءت مندسة خاف صراع سياسي خاف غيرها لأنه يقول لك القوات الأمنية أنا ما مطيئة ألا تجد أنها تضليل واضح لأنه يقول طبعا باستثناء لا يحملون انسلاحا كانوا باستثناء أنه القوات الأمنية من توصل إلى مرحلة الدفاع عن النفس يقول لك أنا ما أقدر أنا بعد هذا أقلل الدافع عن النفس يعني اليوم من مجموعة متظاهرين يردون وحضرها جشير أنك طالبت بمحاكمة مو أنتك محاكمة نواب عن المحافظة نعم تعالوا حققوا أنا أريد أسأل هاي الأوامر هاي صادرة من رئيس الوزراء هاي صادرة من قائد العمليات هاي صادرة من قائد الشرطة هاي صادرة هاي الأوامر أريد أسأل أستاذ عادل بهذا الموضوع وأنت يعني متابع ومشارك ومساهم ألم تنتظروا من هذه الجلسة في تنازع الصلاحيات أن تعرفون من قتل أبنائكم هل كانت هذه النقطة الأبرز في أي بلد يحترم فيه الإنسان يعني هناك من أسمها جريمة قتل مواطن واحد مشارك بالحشد مو صحيح دكتور مكي 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 زين الباقين عدهم بسطيات الباقين كانوا رافع أوراق طيب بالمناسبة نعم أستاذ عماد أتخلق لك شغلة أنا من بداية التظاهرات يعني وكمتظاهر يعني أنا ما لعلاقة كانوا التنسيقيات هم موجودين من سابق أنوا عندهم أكون مجامع شيء ما للفيدرالية وشيء ما للحراك المدني ومستمرون وغيره بس إحنا كمتظاهرين لكن أنا قراءتي إنه اللي يعني لما بدت المظاهرات وكانوا هم يختارون مكانات والصير عملية يعني الاستهداف اللي اللي كانت تصير من بعد ما تنتهي تجي ويعني الناس تبدي تتساءل يطلع بيان إنه والله راح ينشكل لجنة طيب هاي اللجنة شنو نتيجته يعني يمكن إذا موجود عندكم التسجيل والناس تذكر سعد المنصوري اللي انقتل أول واحد راح المحافظ وين إلى أهله وقعد مع شيخ عشيرته اللي هو هو أيضا عضب البرلمان حتى التظاهرات الأخرى اللي صارت لما انقتل مكي مكي أصلا كان بالحشد هو طالع والبالمناسبة مكي ما انقتل يوم المحافظة مكي انقتل في شارع السعدي اللي هو يبتعد عن المحافظة تقريبا بحدود الاثنين كيلو نعم يعني انت مرات من تجي تسأل هسه هذا إذا مكلف بحماية المحافظة فهو يفترض وين داخل أسوار المحافظة بما معنى هو نزل للشارع وراح ورا هاي المنطقة كلها مجمعات لعيادات طبية احنا من الناس اللي أنا كانت عائلتي يمن الطبيب وفتحوا الباب ودخلوا الدخان عليهم مسدوا الباب عليهم مال الغاز هذه مشكلة الآن خليه أقلك شغلة وهذه لازم من الناس كلها تفهمها استهداف القوات الأمنية اللي صار في أيام المظاهرات سوى شرخ بين المجتمع البصري وبين القوة الأمنية نعم وبعدين ليش بدأ يتصاعد الموضوع بدأت الأعداد تزيد لأنه الغليان اللي صار بالبيوت صار أكثر من اللي بالشارع هاي مشكلة هم الولد كلهم بالحشد هم كلهم أصلا ومن الحشد نعم هم من وغير الشباب اللي هي طوعت وراحت قاتلت بعد الفاصل لو تسمح لي أناقش هذه القضية آسف مغاطعتك عزالي لازمنا نتحدث عزالي المشاهدين ونناقش أزمة الخدمات والخلاف على الصلاحيات الخلاف على الصلاحيات خلانا نتحدث عن قتل المتظاهرين وأيضا أشرت أنه ثمة ملفات ظهرت من خلال ناشطين مدنيين عرفوا حجم الفساد هذا الفساد للحكومات المحلية أم للحكومات المركزية أنتم تجدون قضية عزل مدير الشرطة أو تنصيب مدير الشرطة من المركز أو قضية لها علاقة في في نكبات البصرة عملية الوثائق اللي كانت موجودة في داخل المحافظة وتسربت أثناء ما دخلوا قسم منها بعد ما تركوا الحمايات المحافظة قسم اللي احترقت وما حد يعرف كون آلية الحرق مالتها صارت بالبداية وقسم اللي تسربت يعني ما متضاري يحرقوها هسه هذه تقدر أن تجيب تسجيلات الكاميرات اللي كانت موجودة بالمحافظة وتشوف من الجهة اللي دخلتها هسه مو صعبة يعني تجي أي جهة ممكن تتحقق بهذا الموضوع وتظهرها لكن الوثائق اللي طلعت واللي أصلا حتى قسم البرلمانين قالوا نعرف بهاي المبالغ وآليتها ومن نمطاها وشون انصرفت لكن الشارع عرفها نعم والشارع الأمن يتساءل طيب أنت تجي تقول لي على الصلاحيات نحن نتكلم عن الصلاحيات الصلاحيات اللي تعطى إلى مجالس المحافظات في التعيين وغيرها وهمش لكن هو السؤال هاي التعينات هل هي على أساس مهني لو على أساس حزبي كل حزب يأخذ اليوم أنت داجبت شخص هو مو كفوق نعم وجايبه أنت على أساس هو مو مهني وخليتها في هذا المكان تريد بنا يقدم خدمة لا ما رح يقدم خدمة مستحيل ولهذا أكو أنتش قد ما تحكي عن مكافحة الفساد وعن غيرها أخي اليوم إحنا جاي نحكي عن هيئات يفترض هي تراقب شنو عمليات الفساد هاي الهيئات أصلا يعني أنا رجل حتى أشتغل في قطاع إحنا تجي للمشاريع تكملها قسم المشاريع اللي مرتبطة بالحكومة المركزية هسانا ما لعلاقة باللي بيها صلاحيات أعطيت للمحكومات المحلية طبعا إحنا بالآن بالبصرة دائما نتكلم عن موضوع الحكومات المحلية نقول هي تجتمع بس على المتنطيع طلع ما شفنا في اليوم انطوا قرار يخص المشاريع والإنجازات لأنه ما يكون إنجاز اللي يمشي بالشارع اليوم بالبصرة ما نشوف إنجاز لا على المستوى الخدمي أول اجتماع لهم يحددون السيارات المصفحة لهم يعني حسب ما قلو لي وبعدين نشقد راح نشقد شان نشقد شان وبالحج من عدهم خلال الجلسة اللي صارت ما الخمسة وعشرين نائب اعتقد ما المجلس محافظة البصرة حضروا منها تسعة في عز الأزمة في عز الأزمة يعني هذه مشكلة وما اكتمل النصاب لمرتين لمرتين ما يكتمل النصاب والبصرة محترقة البصرة يعني كانت على جمر والناس وضج وراء دفتور جمال أشار إلى قضية جدا مهمة تتعلق في تحلية المياه مصحيح المحطات وشيدنا القبيل وهذه هل الذي يكون متابعة هل أظهرت هذه الوثائق من المحافظة بالمناسبة على تحلية المياه نعم احنا واحدة من الأمور اللي ثارت الناس حتى بالفاو والسيبة وغيرهم نلتقي بهم يقول أجبي جابوا أربع محطات هاي اللي اجت هدية يمكن اذكر قالوا من شيخ الكويت وكذا وهاي واجت انطو وحدة للناصرية وحدة للسماوة والفاو ما اخلوا لها هذا المواطن البصري من يبدأ يتابع الأخبار ويشوف أنه مولدات قالوا والله احنا ما رسي قد يكون حاجي مع الفيسبوك دعنا نتحدث بالوثائق مين خالق؟ شراحة يعني الجزء اللي سوى ضبابي بالصورة هو الكلام اللي يثير الشاعر بتقول يعني بدون تحدث تحدث يعني وثائف احنا بدون وثائق وهي شي احنا احنا راح نزير شي على الارض مثل الجزء محاضرتك تقول اللي قينا وثائق هذه الوثائق اشان تتبين الوثائق تبين واحدة من الوثائق اصلا اللي كانت موجودة على موضوع المية وتسعة مليار اللي اعطيت للمحافظة هذه كانت مخفية ما احد يعرف بها الان ظهرت واحدة من الوثائق شهاب الجزء وهي هذه الجلسة اللي اظهرت حول الناس استغربت هذه موجودة وهذا راح تراوينا ياها مصحي راحة شهاب الجزء المعافظة انه احنا محاولي لكم مية وتسعة مليار وين رايحات تصرف لهذا اثنين منعيتها بس صيانة مشاريع التحليل اللي هي بس اثنين منعيتها من مية وتسعة بس اثنين والباقيات كلها يش هذه ليش ظهرت سيارات وبنزين هذه ليش ظهرت يعني البصرة ترى خليك لك شغلة البصرة قبل الاربعة تسعة تختلف على البصرة بعد اربعة تسعة البصرة كمظاهرات كمظاهرات وكنفسية وكمزاج الان الناس كلهم في البصرة يقول لك احنا عانينا على مدى عقود من سياسة المركز انا قريت خاطرة حلوة اريد ان اقول لك ياها البعض يقول عندما يشرب واحد من ابناء البصرة المثقفين يقول عندما يشرب ابني او حفيدي مي البصرة النظيف بعد سنوات اقول له انه ثمنه وعشرين شاب بصري ماتوا من اجل هذا المي طبعا انا اليوم جيد وطر على فكرة ترى الماء الصالح للشرب احنا من يوم الثمانيات ما عدنا بالبصر جوز هسا صار الاهتمام والأموال اللي صوفت لا هسا صارت الاهتمام اكثر اللي من 12 ثمانية بدت تظهر حالات تلوث وتسمم هو نتيجة الماء اللي نستخدمه قصدنا لنقول من هذه الخاطرة ان هؤلاء المتظاهرين هم الذين اظهروا هذه الملحات ما الاسالة طيب ما الان يعني المواطن اللي طلع يطالب بالماء صارت سبا لانه كان الماء قبل مالح والان ما هذه مشكلة المواطن ليش طلع طلع لانه بده يشوف اكتراكم للأموال ومشاريع اخرى غير مهمة يعني انا صراحة انت سويت مدينة رياضية على عيني وعلى رأسي انا ما عندي مشكلة لكن انت سويت مدينة رياضية في مدينة تفتقر لمطار وسط الخراب وتفتقر لجسور وتفتقر من الذي وضعها اولوية هاي من المصريين شو نسوي بفتح الابواب اسمح لي اعتذر مقاطعتك بس اريد احتي عن جانب القانوني اللي حسنت به هو بالضبط نضية تنازع صراحيات على مدير الشرطة وعلى عمليات القتل المتظاهرين نعم مهمة جدا نعم طبعا احنا عدنا بالقضاء العراقي المادة 40 من قانون العقوبات حتى لو حتى لو استلم الجندي او الشرطي او الرجل الامن الامر بتنفيذ جريمة عليه ان لا ينفذ هذه الجريمة هذا استقر عليه القضاء العراقي في المادة 40 من قانون العقوبات فتكون المسئولية مسئولية الرئيس او القائد هذا ليس فقط استاذ عماد ليس فقط في القضاء العراقي احتي لك القضاء الدولي والقضاء العربي ايضا القضاء الدولي تذكر جنابك تظاهراء سلفدان ميلزافيش الرئيس اليوغزلافي عندما قتل يعني لم يعطي الأوامر بقتل المتظاهرين لكن الجيش قتل المتظاهرين المحكمة الجناية الدولية حكمة الستين سنة ومحكمة الجناية الدولية في لها ومحاكمة حسني مبارك هو جايخ يستر المحكمة الجناية الدولية استقرت حتى لو أنت لم تعطي الأوامر يكون مسؤول الرئيس أو القائد واحد الدولي مثل ما تفضلت المحكمة الجناية القاهرة في ساحة الحرية في القاهرة حسني قال أنا ما أعطيت الأوامر للقادة أو للجيش قال أنت حتى لو المفروض عملك واجبك يحتم عليك أنك تعلم فحكمة تذكر محكمة الجناية القاهرة بصفتك قاضي سيادة القاضي تنازع الصلاحيات اليوم أيضا في هذا الموضوع في قتل المتظاهرين من وجهة نظرك من المحاكم فيها هل العنصر الأمني بالبصرة المحافظ لو قائد الشرطة هل أيضا لهم حصة في المتابعة القضائية؟ أنا برأيه طبعا هذا أولا يكشف التحقيق يعني يجب أن يكون تحقيق محكمة متخصصة وليس خاصصة طيب من اللي يرفع قضية؟ إذا خلصت الشغلة عشائريا مثلا يخافون الأهالي لا ما هو الإدعاء الآن يقدر مثلا عادل يروح حسا يقول أخواني من قتلوا أبناء البصرة طبعا أي محكمة التي تبت من المركز لو منا؟ طبعا يجوز محكمة التحقيق القريبة الموجودة في البصرة وصار بيان صار بيان المجلس القضاء لأنه محكمة التحقيق العشار ستحقق بهذا الموضوع لأنها قريبا من المحافظة ويجوز أيضا الإدعاء الآن في حالة عدم تحريك المفروض يعني بلشوا حققهم وبما أنه الإدعاء الآن هو يمثل الشعب مدى واحد اثنين من قانونه يوعز به التحقيق في محكمة متخصصة من مجلس القضاء أو مثل ما أتفضل الأستاذ أنا أفضل طبعا محكمة متخصصة للاحداث كبيرة أستاذ شكلها مجلس القضاء يتحقق في الموضوع لا يحفي لا مسؤولية القائد الشرطة أو الجيش أو المحافظ مسؤولين استاذ مسؤولية تضامنية وفق قانون العقوبات أرجع اللي قال علي رئيس الوزراء المحافظ بشكل علني يقول أن مدير الشرطة مرتشي طبعا هذا بحد ذاتها جريمة هو هذا اللي أريد أسئلك عني رئيس الوزراء يقول لطيني مو صحيح مو رئيس الوزراء يقول لطيني وثائق أو طيني فدشي يعني فدشي غريب مو الاتهام استاذ على تبادل الصلاحيات بشكل مباشر علي أن أتي بالدليل مع الدليل قانون وصل محاكمات جزائية يقول يجب أن يكون هناك دليل إذا عندك دليل تمشي القضية تقدمها للبحث إذا ما عندك دليل شهرت به ويحق لأن يقيم دعوة عليه هو رئيس اللجنة الأمنية فهي متقابلة استاذ متقابلة يعني إذا عندك دليل تقدمه ما عندك دليل أنت شهرت به تسعر القانون يعني القانون يحمي الطرفين إذن خرق قانوني بكل الأشكال حضرتك كانت إليك مداخلة دكتور جمال وخاصة فيما يخص الوثيقة اللي حضرتك جايبنا إياها اللي تخص المئة وتسعى مئة هواي وثاق بس تبتردون الوثيقة اللي بيها إثارة لا لا أبدا أبدا أي وثيقة تشوفها تخدم الرأي العام وتوضح لنا الصورة أي وثيقة من هذه الوثاق والله وبصراحة يعني من صارت الأزمة الأولى للتظاهرات وأزمة المياه نحن بالنسبة للمشاكل البصرة هي كثيرة لكن المشاكل الأخيرة اللي تعلقت النزاع بين الحكومة المحلية وبين الحكومة المركزية نعم قدمنا خارطة طريق لحل أزمة البصرة وبها كثير من النقاط وأنا سلمتها طبعا بشكل رسمي قدمتكم كنواب البصرة لو بس لك أنا قدمت نعم قدمتها للسيد رئيس الوزراء اللي تتعلق بكثير من القضايا بمشاريع استراتيجية وبقضايا آنية نحن اليوم نقول لكم مشكلة بالمال خلي ما دام الكل قلب على البصرة خلي يصير صندوق تنمية البصرة وهذا يتمول موجود بالموازنة هنا حددنا 50% من المنافع قدم من 2008 قدم يعني فتشي مشابه هو لشكال عدي الحكومة المركزية يقول لك أنا حاول فلوس عدي فت مشكلة بإدارته بعدم شفافيته هذا موجود أو شكوك بالحكومة المحلية رئيس الوزراء قالها بشكل صريح نانا يقول لك يعني بما معناه أنه يعني عندي شك لأنهم يمثلون أحزاب هل نبقى على هذه هل تبقى خراب بصر غير هذه الديمقراطية غير هذه الديمقراطية لشنو نحن نحن نانا يعني لازم نثبت في الشي هو نظام الحكومة عندنا شنو بالبلد ناس تطلع ناس تطلع تنتقل ممثلية والبرلماني ينتج حكومة شنو اللي ريد شنو اللي ريد شنو اللي ريد غير هاي القضية أما نحن اليوم ما الواحد يعني شكل أحزاب دكتور كل الموجودين أحزاب دكتور حتى اللي يحشون على الأحزاب هم شكلوا أحزاب جديدة هذا الكلام ليس صحيح لازم نحدد بين هذا الفعل صحيح وهذا الفعل ليس صحيح أما أطلاق العموميات طيب قريب عيدا على العموميات إذا تسمح لي عدي مجموعة تصريحات لأحمد الصافي بزيارته ومجموعة تصريحات أريد أخذ رأيك بيها بشكل سريع أعزاب المشاهدين فاطل ونعود أعزاب المشاهدين من جديد والحديث ذو شجون عن أزمة الخدمات والخلاف حول الصلاحيات أحمد الصافي زار البصرة وصرح بأن إحدى مشاكل المياه تحتاج إلى 30 مليون دينار والمعاملة متوقفة عند القمارق هل يعني هذا الكلام بنوع من الصحة وأرد أسئلك أيضا ملفات الفساد التي تورط فيها المحافظة السابق ماجد النصراوي ألم تكن من مسؤولية المحافظة الجديد أو مسؤولية نواب البصرة أين ذهبت هذه الملفات إذا كانت فعلا موجودة ما سمعنا عنها شي هل القضية تحتاج إلى تأكيد وجود نواب البصرة في هذه الجلسة ليقولوا كلمتهم الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء ومحافظة البصرة نعم بالنسبة للمبالغ التي ذكرت يعني جزء موضوع جزء خاف يتعلق إنهم يعني قضية حل مشكلة المياه داخل المدينة يراد للمبالغ كثيرة يعني وحدة من عدن هو مشروع الار زيرو اللي هو طبعا يأخذ من ماء البدعة هذا يراد يعني مؤقل من يعني الثاني لثلاثة مليار إذا تريد تبدل المضخات اللي صارت عليها تركيز أكثر إنه هو به هذا المشروع اللي تقريبا نوصل لثلاثة مليون نسمة بثلاثة وعشرين مضخة نائب من ستة من عدن عطلات نعم أيها حجة نياها بس نائب من البصرة يعني أقول لك إياها بشكل صريح يقول للأسف الشديد بدأ الفاسدون باستغلال أزمة البصرة بشكل واضح من خلال إحالة بعض المشاريع والأعمال إلى شركاتهم الخاصة مبينا أن من بين تلك الشركات هي شركة الفارس التي يمتلكها أحد أعضاء مجلس المحافظة والتابعة إلى جهة سياسية معروفة أصور متوهم هذا النائب نعم لأنه أمس بقرار مجلس الوزراء كانت وحدة منعتين هو تكليف شركة الفارس العامة بتصنيع وحداغ ضخ وتصفية المياه شركة الفارس العامة هي شركة حكومية تابعة الوزارة الصناعة هو يعتقد أنه أحد أعضاء مجلس المحافظة اليوم الموجودين عنده فعلا شركة اسمها الفارس لكن هذه شركة أهلية منافسة فأكد تشابه عندها شركة يعني بس مو هاي طيب حسب بغض النظر هذه الشركات أكد بيهم ورجال أعمال والناس انتخبتهم صار أعضاء مجلس المحافظة زين يبقى تبقى هذه الشركات عادية يعني وفق القانون لا أنا أقول لك وفق القانون أستاذ عماد وفق القانون المفروض يقدم كشف كشف الذمة المالية مات من يصير مسؤول عمود بعدين بس أهل البصر فإستاذا سألناهم يقول لك هذه علني علني أعضاء مجالس المحافظات عندهم شركات نائب رئيس القيادات الأمنية هل فعلا هذا الكلام وأنتم متابعين يعني تدري إذا على الكلام خب هل الكلام ما رح نخلص مثل ما حضرتك الستة ركز السواعي على كل موحدة عشاء المحافظ إنه قائد الشرطة نعم نعم لأنه مغريبة غريبة مفروض ينطيف الدليل إذا جماعة شاهدي لك كمحافظ إنه هذا يأخذ منهم أموال على موضوع المناصب تجيبهم وتثبت عليهم أحذر واتردها لأنه أنت مسؤول كذلك بالنسبة لأعضاء مجلس محافظة هذا مني لضخمة أموال هاي شي كان بهذه المنصصة هذه المنصصة مصارقة الشريفات وامور غريل عرف دكتور وكلنا من نفس المدينة دكتور هذه المنصصة مليار الآن يلا وصلتك هذه الوثيقة له من زمان قضية الصرف ألستم أنتم نواب البصرة لازم تعرفون هاي الفلوس وين رح تنصرف ليش هالسي الله قالت أولا مجلس النواب عقد أول جلسة ثلاثة تسعة طيب واثنين وما اختار لها هذه الوثيقة ظهرت من رئيس الوزراء هو اللي طرحها بالبرلمان ومن اتحرينا عنها طلع الحكومة الاتحادية طالق الأموال يوم الثين تسعة ويا بهاي شنو الوثيقة قالوا هذا التبويب مجلس المحافظة شن رأيك بالتبويب طبعا التبويب يعني يعكس بصراحة يعكس أنه هو غياب غياب الإدارة الميدانية يعني غياب الإدارة الميدانية أنا اليوم مثلا من أروح الهالمشروع الفلاني يراد قد مبالغ قليلة يعني بعض الموظفين يرادهم ميتر يفتطيتها مكافئة زيد الإنتاجية ماتت غياب المتابعة الميدانية بالدوائر اللي بيها تلك تعلق يتكفد رؤية رؤية هذه الرؤية قد تكون مطابقة للواقع بعد قضايا مثلا هذا النقل المباشر عبر الأقمار هذا يخص ديون لقناة البصرة الفضائية تقريبا 419 مليون نعم يمكن صيانة مشاريع التحلية 2 مليار وهذا عدم رؤية واقعية هاي يراد أكثر طبعا هذه المبالغ اللي تعليلنا مشكلة المليار من 109 مليار المفروض لخدمات البصرة لأنه بصراحة عندنا مشاكل عندنا مشاكل بالمحطات نفسة ماذا البرابعية شط العرب الرباط غيرها وهي يراد لها مليارات اليوم بسبب مجيء رئيس المزراء نعم هل برأيك تنفيذ قانون 21 بشكل سريع يمكن أن يقدم البصرة في طل هذه الظروف أم لا الحكومة المركزية هي أهميتها أن تنقذ البصرة يعني بعض المواد داخل القانون يرى تتنفذ صلاحيات وبعضها لا أنا أقول لك قد تخضع للمحاصصة ويصير سوء قدار طيب أستاذ عادل ما تحدث عن ما يكرره العديدون اليوم الكثير من الناشطين المدنيين يحملون المحافظ ويحملون أعضاء مجالس المحافظة لكن هناك من يشير أنكم تناسيتم ملفات فساد لمحافظ سابق ومحافظ أسبق ورئيس مجلس محافظة وسلسلة عبر 15 عاما من الأحزاب الحاكمة والتي استولت على مشاريع واستولت على حقيقة مقرات أحزاب هل الغضب بحرق الأحزاب فعلا نتيجة هذا الموضوع توليهم زمام الأمور في البصرة ماذا تفسر هذا الغضب أشوف أستاذ خليق لك شاء الله نحن الناشط المدني أو الناشط السياسي أو اللي يكتب أو اللي كذا هو مواطن عادي هو لا بيده سلطة ولا عنده آلية صرف ولا حتى إلا صلاحية المراقبة يعني اليوم لكن اليوم أكوة جديد أكوة جديد أكوة جديد أكوة جديد أكوة ناس بدأت تعي بدأت تقرأ هذا الجيل الآن بدأ ينهب نعم وبدأ يعرف حقوقه وبدأ يعني لأنه يعني هذه الثورة خلي نقول ثورة التواصل الاجتماعي بدأت تتقرب كثير من الأمور يعني أنا بصراحة مرات أنت تستغرب اللي يمشي بصرة اليوم ويشوف الخراب اللي بيها وانعدام الخدمات وانحدار المستوى الخدمي اللي قاعد يصير للأسفل مو للأعلى يعني على كل المستويات وتجي أنت لما تقلي أقول لك يا با هاي المنطقة كاملة ما بيها لا ماء ولا مجاري والمشروع صار لعشر سنوات وهي ما بيها وهي ما كو جسر جسر الزبير راح يتهالك المطار تعبان رايش هذا اللي يفتر ما يشتغل فيه ما تنصب ماء يعني مستشفى ما بيعلاج تجي تقلي والله أقول لك هاي ترى هاي الأمور واقعا هي دليل فساد تقلي إنه هذا المدير فهذا ما كنت شي إحنا قضايا الفساد جاينا المسهب إنه البصرة باقي هيكل صراع إحنا يعني للأمان الناس جاي تطلب ويقول لك يا أخوان صراعكم كأحزاب صراعكم كقوة سياسية عدكم نفوذ وقنوات فضائية هل فعلا دولة مجاورة مهيمة على على القرار في البصرة حسنا هي دولة مجاورة أو غيرها خوف قالوا إيران وقالوا تركيا وقالوا سعودية وقالوا أمريكا حسنا هذا إحنا المواطن البسيط ما لا علاقة بهذا الموضوع هو يريد حل مشاكله البسيطة هو يريد حل مشاكله الصحية المشاكلة التعليمية الأولادة يريد فتشي يلمسه على الأرض هو ما ما يشغل باله بهذه الأمور طيب هذه القرارات السريعة الحكومات المحلية تريد تبدل مدير الشرطة ذاك يريد يسوي هناك من يشير أن البصرة ومشكلتها الكبيرة أكبر من هذا الموضوع ولن يصمت الآن البصرة صارت ضحية لن يصمت الناشطين والمتظاهرين ما حد لأنه جاي تعاني إذن القضية في بنية بنية الإدارة والسياسة الفاضعة سوء الإدارة سوء الإدارة الآن فساد في التعامل طبعا هو هذا المشكلة أنت اليوم هذا الفساد ما يحتاج تلمسه بوثيقة أنت جاي تلمسه بأنه هل ترون أسمع أن نظاله وما وجود على الأرض أعضاء مجالس المحافظة عدوم شركات وقدامكم تشوفون تتقاسم طبعا هذا فشيء إحنا أهل البصرة يعني خصوص المحافظات الجنوبية يمكن أن أستاذ جمال يعرف هذا الموضوع يعني كلنا عشائر متقاربة وواحد يعرف الثاني واحد وأغلب إخواننا وجماعتنا يقسم بالحكومة قسم بالبرلمان قسم بكذا وهو يروي وإنت تشوف أنه هذا الشخص من لا شيء يظهر فترة وإذا هو موظف من راتبة 700 ألف عد بيئة مليار طيب أكوشيخ عشائر الآن دا يلتقون بالمحافظة ويلتقون برياضة الوزراء هل ذو لا يمثلون أهل البصرة وهل ممكن يحلوها عشائريا مع احترامي شيخ العشيرة عنده مجموعة اللي تابعة إليه هو ممكن يؤثر في جزء منهم أما الناس اللي موجودة حاليا بالتظاهرات هم من كل العشائر هناك من يقول المظاهرات صمتت هل فعلا صمتت؟ لا حاليا أنت الوضع اللي صار وعمليات الحرق غير مبررة وعمليات القتل التخريب والقتل لأنه أنت ما ممكن اليوم تطلع شباب أنا بكل الأحوال نحن معترضين ترى سواء بالقوة الأمنية وحتى اللي من تبيلي حزب هو هم عراقي وأخوي وبي عمي أنا ما أربع شيء ذلك فأنت لازم تعيد الترتيب لازم تفوت الفرصة يعني أحداث البصرة ستبدأ عملية سياسية عراقية توقف التظاهرات كان في وقت يعني أنت لاحظ نحن لما نقول سلمية انصياعهم بسرعة لأمر الانسحاب والتوقف كان شيء بادرة جيدة نعم طيب شكرا جزيلا أستاذ أستاذ علي على مستوى صلاحيات الأمنية من جديد تقول المادة 14 من القانون للمحافظة سلطة مباشرة على جميع الأجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة صح صحيح هذا صحيح يعني مجلس المحافظة هو عبارة عن برلمان مصغر يعني من حقه الرقابة ويصوت على المحافظ هل معمول به هذا؟ طبعا معمول طيب وأيضا المادة الثانية من القانون بأن مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وتتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي صحيح طيب ما شلون لعد المحافظة يتحدث بهذه الطريقة ويقوله ما هو هذا اللي قلت لك يعني مشكلة أنه الدستور ده يمنحهم تشريع القواني هم ليس من حقهم تشريع القواني هم الأنظمة والتعليمات جنابك سألت الأستاذ عن يعني مسألة الشركات وامتلاك الشركات يعني ما يحق لعندها شركة ويجي يعني يشارك بمسألة التندر وفتح العطاءات ما أنت عندك لجان شكرا ومن يسرق العراق تأكد لن ينجح شكرا جزيلا في ختام حلقة اليوم أتقدم بالشكر الجزيل للضيوف الكرام الدكتور جمال محمداوي النائب عن محافظة البصرة والناشط المدني القادم من البصرة عادل صادق والخبير القانوني علي التميمي وللمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الألكتروني الظاهر أسفل الشاشة تحية لكم مشاهدينا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة